هناك العديد من الناس يحلمون بقطيع من الدجاج ولكن لا يعرفون من أين الحصول على دجاج بمواصفات عالية اليوم سوف أعطيكم فكرة جيدة ومجربة للحصول على دجاج دون أن تشتريه من الأسواق إذا كنت تتوفر على دجاجثين أول ثلاثة سوف تحصل على قطيع بمفردك لكن يحتاج القليل من الصبر فهناك فكرة جميلة عملت عليها من القبل وأصبحت ناجحة يمكن شراء البيض مخصب لتفقيس وتحضينه إلى الدجاج التي تملك وبعد 21 اليوم سوف يفقص الكثكوث ويمكنك العناية بالكثكوث حتى يصبح في السن ستة أشهر وبعدها سيكون عندك قطيع من الدجاج وعندما تعمل بهذه الطريقة فانت لن تخطئ في مجال تربية الدجاج عكس شراء من الأسواق فدجاج التي ينضج مع الدجاجة تكون عنده مناعة الكثكوت حديث الفقس الذي يأتي من حضانة الدجاجة يحصل على جزء من مناعته من خلال الأجسام المضادة التي يستقبلها من البيضة نفسها والتي تأتي من الأم هذه الأجسام المضادة التي تعرف بالأجسام المضادة السلبية توفر حماية مؤقتة للكتكوت ضد الأمراض التي قد تواجهه في الأيام الأولى من حياته ومع ذلك تبدأ هذه الحماية بالتضاءل بعد الأسابيع الأولى من العمر مما يجعل من الضروري توفير اللقاحات للكتاكيت لمساعدتها على تطوير مناعتها الخاصة كما أن العناية الجيدة بما في ذلك التغذية المناسبة والإسكان الصحي أساسية لتطوير مناعة قوية في الكتاكيت اختيار بين التفقيس باستخدام الدجاج التفريخ الطبيعي أو باستخدام الآلات التفريخ الصناعي يعتمد على عدة عوامل مثل الكمية الكفاءة والغرض من التفقيس التفقيس بالدجاج هو الطريقة الطبيعية حيث تقوم الدجاجة بحضن البيض لمدة 21 يوما تقريبا حتى يفقس هذه الطر